التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرنتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى شملت جولة الرئيس السيسي أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة كما قام الرئيس السيسي بالإطمانان من العاملين على سير العمل في هذا المحور المهم الذي سيسهم في تغيير الشكل المروري في القاهرة وخدمة المواطنين تنطلق غدا الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل وذلك بعد أن أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لضمان سير عملية الاقتراع بسهولة ويسر هذا وتتوصل مرحلة الصمت الدعائي التي يتوقف بموجبها المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملاتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية ويستهدف الصمت الدعائي إتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخاذ قراره باختيار مرشحه في الانتخابات في روية ودنما تأثير دعائي على إرادته وتنطلق عملية التصويت في الداخل الأحد المقبل وتستمر على مدى ثلاثة أيام أكدت وزارة الخارجية أن المحاولات للبعض لتحريف التصريحات الرسمية بشأن إجراءات دخول الأجانب إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح لا تعبر إلا عن يأس أصحابها وشددت الخارجية مجدداً وبما لا يدعم جالاً للشك أو المزيدة على أن سلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسؤولياتها للدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية في واشنطن مع منصق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت مكاورك حيث تركز اللقاء على ترد الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة عقد أعضاء اللجنة الوزرية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري شدد أعضاء اللجنة الوزرية على مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤوليتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة معبرين عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو للمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية جدد أعضاء اللجنة الوزرية موقفهم الموحد إذا رفض مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بواقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو وصوت لصالح مشروع القرار 13 دولة من أصل 15 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت واستخدامت الولايات المتحدة حق النقد مما أدى لإفشال مشروع القرار دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام لوضع حل سياسي دائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وقال الرئيس الفلسطيني أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بصفة عامة قد وصل إلى مرحلة خطيرة تتطلب مؤتمرا دوليا وضمانات من قبل القوى العالمية مشيرا إلى أنه بالتوازي مع العدوان على قطاع غزة زادت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة مع تصاعد العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد بلدات وكرة فلسطينية استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح جنوب القطاع وأكدت مصادر محلية استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا غرب معبر رفح جنوب القطاع كما استشهد وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنازل مأهولة في محيط مجمع السحابة الطبية وسط غزة وأكدت المصادر المحلية أنه لا توجد إمكانية لانتشار جثامين الشهداء بسبب تواجد دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وأرض أبو مهادي شمال النصيرات ووسط القطاع وقصفت عدة مواقع ومناطق شمال ووسط وجنوب القطاع أكد برنامج الأغذية العالمية أنه أصبح من المستحيل إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة مع تصعيد إسرائيل هجماتها وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية كارلس كاو بعد زيارة للقطاع إنه مع انهيار القانون والنظام فإن أي عملية إنسانية ذات جدوى باتت مستحيلة وأضاف أنه مع وصول جزء صغير للغاية من الإمدادات الغذائية اللازمة والغياب الصارخ للوقود والقطاع عن ضمط الاتصالات وانعدام الأمن لموظفي البرنامج لا يمكن للبرنامج القيام بعمله مشاهدين انتهى مجزء التاسعة ونعود لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل